يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطو الأجير أجره قبل أن يجف عرقه صحيح الإمام ابن ماجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء صحيح الإمام البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم المهلكات سلاسة شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه حسنه الإمام الألباني وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات يعني اللي صلى عنه عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة ربنا سبحانه وتعالى يصلى عليه عشر صلواته صلاة الله عز وجل على العبد يعني يغفره ويرحمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني يعني بقول لي أنس بن مالك يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن برك عليك وعلى أهل بيتك الحديث حسن عند الكلام الطيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظيم الجزاء مع عظيم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط الحديث حسنه الإمام الترمزي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في زمة الله صحيح الإمام مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك سلاس جمع تهونا بها طبع الله على قلبه صحيح الإمام النسائي وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع الحديث صحيح عند الأدب المفرد خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوت فقال يهود تعذب في قبورها صحيح الإمام البخاري ترجمة نانسي قنقر